وعشان كده الدولة المصرية في هذه المرحلة كان لديها خيارين الخيار الاسهل ان احنا نركز فقط على حرب الارهاب ونعبق كل جهود الدولة للقضاء على الارهاب وبعد ما نخلصه نبدأ نفكر في عملية التنمية ولكن كان قرار السياسي من سياسة الريس ان احنا نمشي بالتوازي وناخد الخيار الاصعب والاعقد ان بالتوازي مع القضاء على الارهاب تبدأ عملية التنمية وتنمية حقيقية لم تشهدها سيناء في تاريخها